أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بيذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة وره إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاسبر سبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بفنيه وصاهبته وأقيه وفصيلته التي تؤبيه ومن في الأرض جميئا ثم ينجيه كلا إنها لغا نزاءة للشوى تدو من أدبر وتولى وجمأ فاعوآ إن الإنسان خلق هلوآ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوآ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم هق معلوم للسائد والمهروم والذين يسدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مسفقون إن أذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم هافظون إلا على أسبادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك محطين عن اليمين وعن الشمال عزين أيتموا كل مدئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نهل بمسوقين فذرهم يخودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداس سراء كأنهم إلى نسب يوفذون خاسئة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم